هنروح لأخبارنا ونبتدي بكرة السلة كرة السلة زي محددكم عارفين انه الدوري وقف وقف عشان طبعا فيه بطولة أفريقيا اللي بتتلعب دلوقتي ولجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة أعلنت مواعيد ماتشاط قبل النهائي بطول الدوري السوبر اللي هو أول ماتشاط هتكون بعد العودة للرجال الموسم اللي احنا فيه هتكون مواعيدها ستة وتمانية وعشر واثناشة واربعتاشر ستة القادم شهر ستة يونيو القادم الماتشاط المفوضة هتتلعب على سرد استاد بورج العرب بمدينة اسكندرية هو في العادي كان بتلعب في اكتوبر ولكن اتنهد في استاد بورج العرب وده ما فيش مشكلة خالص سلة مغطاة برضو جيدة وممكن نلعب عليها الاهلي لعب ماتشين والدين خلال فترة اللي توقف لعب بعد جزيرة محددكم عارفين كسبنا أول ماتش وخسرنا التاني ولكن مش دي المهم النتيجة لأن النتيجة ما بتهمش الطرفين وزا ما قلنا لحضراتكم وده طبعا جدول اللي وصل للأندية منذ يومين وخلينا أقول لحضراتكم كمان انه فريقنا بيستعد وبيتمرن بقوة صبح وبعد الدور يمكن كابتن ماريو شفنا ماريو بولما شفنا الحوار اللي عمله على قناة النادي الأهلي وشفنا قديه هو يعني بيحترم النادي الأهلي وشفنا قديه هو عارف قيمة النادي الأهلي ويعني النادي الأهلي ما بيسبش بطولة يخشها او بيلعب دائما أبدا على المركز الأول هو رجل يعني المركز الأول حبه هو حب المركز الأول ما فيش فرقة وراح مسيكها لما الحمد لله صعد بيها للأدوار النهائية وخد بيها البطولة يمكن أنا لعبته صاده في أنجولا لما كان مسك منتخب أنجولا يمكن لعبته ستة أو سبع سنوات منتخب مصر ولعبته ضده في ألعاب أفريقية وأمام أفريقية ومتشاط ودية في أوروبا لعبته معاه ولما راح الأردن كذلك ولما راح تونس كذلك فهو كل المنتخبات اللي راح هنجح في التأهل للوقتيات أو نهجح ديهم للتأهل لكأس عالم وأيضا فرق البرتغالية المسيكها نجح في حصول الدوري بطولة الدوري معهم فالراجل يتكلم أنه بيستعد وأنه بيعمل اللي عليه قال طبعا المكسب وخسارة بتاعت ربنا ولكن أنا هواعد الجمهور أنه نعمل اللي عليها وزيادة هننتظر طبعا المتشاط دي تعرفين إحنا لعب لتحدي سكنداري في قبل النهائي والجزيرة هيلعب الزمالك في قبل النهائي طرفين قبل النهائي الثاني وهيبقى بيستوف فايف يعني اللي هيكسب ثلاث مباراة هيتأهل المتشاط مش سهلة المتشاط قوية ويمكن ما كانش فيه وقت كوتش ماريو يقدر يعرف الدنيا فيها إيه أو يقدر يشتغل شغل ولكن هو بيبني على كوتش أشرف أو شغل كوتش أشرف توفيق المدرب السابق على طول ونتمنى لها كل التوفيق وهننتظر المتشاط دي إن شاء الله فرض الصبر وكل الدعم لفرقتنا بإذن الله